الطاقة الكامنة تعرف الطاقة الكامنة على أنها الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة لوضعه أو حالته كما السد العالي مثلاً فهي طاقة الوضع وهي طاقة كامنة يمكن أن تتحول إلى طاقة حركة وكما أشرنا سابقاً إلى وجود علاقة بين الشغل والطاقة الكامنة وللتوصل إلى هذه العلاقة تذكر مثال رمي أو قذف كرة من سطح بناية كالتالي إن التغير في طاقة الوضع للجسم ذو الكتلة M بين الموضعين Y و Y-node كما في الشكل المجاور وهو عبارة عن التغير الحاصل في الشغل المنجز بين الموقعين Y و Y-node والذي تمثله الإزاحة العمودية Δ-Y أي أن UF-U-node يساوي MG Δ-Y حيث UF يساوي M-G-Y تمثل الطاقة الكامنة للجسم عند وضعه النهائي U-node يساوي M-G-Y-node تمثل الطاقة الكامنة للجسم عند وضعه الابتدائي M-G-Y فيمثل العمل أو الشغل المنجز خلال الإزاحة العمودية Δ-Y حيث Δ-Y هو صاف الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح الأرض إذن خلاصة القول أن العمل المبدول لرفع أو خفض الجسم إزاحة مقدارها Δ-Y في الاتجاه العمودي يساوي تماما طاقة الجسم الكامنة ترجمة نانسي قنقر